بيدرسون حريص على نجاح مهمته ويريد البناء على الاتزامات التي لمسها في محادثاته في دماشق وفي العواصم الإقليمية تحدث في مجلس الأمن عن تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية لكن التشكيل يبقى ينتظر توصل الأطراف إلى قائمة موحدة تضم نسبة 30% من السيدات تم الاتفاق على حرف ستة أسماء من قائمة المجتمع المدني السابقة والعمل جار على تسمية شخصيات يمكن أن تحظى بدعم جميع المعنيين لم يغب عن بيانه الثاني التنبيه إلى خطر الإرهاب كما تحدث عن توتر وعنف متزايدين في الجفتين الجنوبية وإدلب وأبدأ سفو على أوضاع اللاجئين لا سيما في مخيمي الهول والركبان الجانب الأمريكي اتهم الجانبين الروسي والسوري بمنع إيصال قافلة معونات إلى مخيم الركبان وربط التقدم بالعملية السياسية بتشكيل لجنة دستورية تحظى بقبول المعارضة الولايات المتحدة تصر على إنجاز اتفاق على تركيبة اللجنة الدستورية وإجراءاتها بين المعارضة والأمم المتحدة قبل تأليفها رسميا وأعلن كوهين عن عقد اجتماع في جينيف يوم الجمعة يضم المجموعة المصغرة مع بيدرسون لبحث تركيبة اللجنة روسيا ذكرت الجانب الأمريكي بأنها وإيران وتركيا تشكل الضامن القيادي لعملية أستانا وهي تؤكد على وحدة واستقلال وسيارة السورية الكاملة على أراضيها بما فيها الجولان الذي تحتله إسرائيل ورفضت دعوات إلى لجم العمليات في إدلب كثفت هيئة تحرير الشام هجماتها على القوات السورية وهي تعمل على إعادة تشكيل المعارضة الجديدة بجمع كل المجموعات العاملة في إدلب في تنظيم مسلح موحد تحت إمرتها وسيستمر قتال التنظيمات التي صنفها مجلس الأمن إرهابية وفي المقابل قررت الدول الغربية الثلاثة تهديدها بمواصلة الضغوط الاقتصادية على سوريا إذا لم تلبي التسوية رغباتها وفي المحاصلة إذا كان جير بيدرسون متفائلا بالمشاورات التي أجراها في العواصم المختلفة فإنه لا يزال حذرا كثيرا حيث تشكيل لجنة دستورية أو تخطي عقبة تبادل المعتقلين والسجناء نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين